قال سجارت وهو موظف احد الفنادق بدبي لمراسلنا ان الفندق لا يضم سوى عددا قليلا من الضيوف الذين يسكنون لفترات طويلة مضيفا ان معظم الغرف فارغة وسلسي الموظفين في اجازة غير مدفوعة الاجر اذا عاد العمل الى طبيعته فسيتم استدعاؤهم الان يوفر الفندق لهم طعام والاقامة حيث يقيم بعض الموظفين في الفندق اما لبعض الاخر فيقيم في السكن الجماعي قال سجارت ان اجور الموظفين الذين يمكنهم العمل في الفندق اصبحت اقل مما كانت عليه من قبل وان معيشة الذين يستطيعون العمل ليست في حالة حرجة بسبب تقديم الفندق للطعام والاقامة مجانا على الرغم من ذلك يرغب سجارت في العودة الى مسقة رأسه في نبال الا ان الرحلات الجوية توقفت يعتبر مطار دبي الدولي من اكثر المطارات ازدحاما في العالم مع بقاء متوسط التطفق اليومي للمسافرين اعلى من مئتي الف مسافر لسنوات عديدة اما الان فلا يزيد عدد الرحلات عن عشر رحلات يومية وفي السادس والعشرين من ابريل بالتوقيت المحلي قالت شركة طيران الامارات لدى الشركة نحو خمسمائة الف طلب لاسترداد التذاكر قيد المعالجة تأثرت صناعة السياحة بشكل عام والتي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي والمفتاح هو ما تفعله الحكومة والبنك المركزي لدعم هذه الصناعات لقد شهدنا تدابير مماثلة في عام 2008 لمواجهة الازمة المالية وبالطبع هذه المرة ستكون التدابير اقوى من المرة الماضية تطورت صناعة السياحة في دولة الامارات العربية المتحدة بسرعة في السنوات الاخيرة مما ادى ايضا الى تطور صناعة النقل الجوي وفي الثامن والعشرين من ابريل بالتوقيت المحلي قال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتصويق التجاري في دبي انه يمكن اعادة فتح صناعة السياحة في بداية يوليو لكن العملية ستكون تدريجية وقد يتم تأجيل ذلك حتى سبتمبر